أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عمق العلاقات الثنائية بين البحرين ومصر في كافة المجالات وبخاصة التجارية والاقتصادية منها وأكد المؤيد في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الزيارة الملكية إلى مصر وجود رغبة بحرينية قوية للاستثمار في مصر بمختلف القطاعات من جانبها أكدت رئيسة الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك أفنان الزياني أن الزيارة الملكية إلى مصر كانت نجحة بجميع المقاييس مع إبرام القطاع الخاص البحريني لأكثر من أحدى عشرة مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون لتشمل تكنولوجيا المعلومات والأسمدة والبتروكيمويات والمفروشات وصناعة الحلي والطاقة الشمسية وصناعة الأدوية ومواد التجميل تم توقيع 13 اتفاقية حكومية وكذلك 11 اتفاقية بين القطاع الخاص البحريني والمصري كانت في مجال التعاون في الصناعة وكذلك في مجال الأسمدة الكيميائية وكذلك في مجال صناعة الكابلات الألمنيوم وكذلك في مجال صناعة الأدوية مصنع الأدوية في البحرين وآخر في مصر وفي مجال التعاون في مجال تقنية المعلومات في مجال الطاقة الشمسية والحلول الطاقة المتجددة اتفاقيات تعاون بين جمعية سيدات الأعمال وكذلك اتحاد سيدات الأعمال في مصر ترجمة نانسي قنقر